بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ابناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة الأستاذ الشريف الشريف بمشيئة الله راح نستكمل معكم دروس مادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي اليوم يا أبطال بارك الله فيكم راح نستكمل الدرس الماضي الدرس الماضي كان مقارنة الأعداد اليوم راح ناخذ مجموعة كذلك من التدريبات لأن هذا الدرس أهميته كبيرة جدا نعرف كيف نقارن المقارنة تتطلب معرفة الترتيب الدرس اللي أخذناه قبله صح ولا لا كل الدروس متسلسلة ومترابطة يا أبطال بارك الله فيكم بعد أن نتمها بمشيئة الله في فقرة هيبنا نلعب في نهاية الحصة لعبة جماعية راح أشرح لكم فكرتها بشكل بسيط تستطيع تلعبها مع أخوتك في البيت مع قاربك في إجازة نهاية الأسبوع مع زملائك بمشيئة الله حفظكم الله نبدأ بمشيئة الله ننطلق اليوم استكمالاً للهدف الماضي اللي أخذناه في الحصة الماضية راح نتعلم المقارنة بين عددين ضمن المئة باستعمال الإشارات أكبر من أصغر من يساوي في إشارة أكبر منه وأصغر منه يا أبطال تتذكرون أنا قلت لكم الفتحة باتجاه ماذا؟ العدد الكبير ولا العدد الصغير دائماً الفتحة باتجاه العدد الكبير عشان ما ننسى يا أبطال بارك الله فيكم أسعدكم الله طيب بسم الله الآن لدينا هذا التدريب يا أبطال أقارن بين كل عددين وأكتب أكبر من أصغر من يساوي في الدائرة أستعمل المكعبات يا أبطال إذا وجدت لديكم تستطيعون أن تقارنوا فيها طيب يا أبطال قبل ما نبدأ في هذا التدريب من يذكرني بالخطوات اللي كنا نبدأ فيها حتى نستطيع أن نقارن بين عددين هيا مبدعين ممتازين بارك الله فيكم أول حاجة نبدأ بها نقارن منزلة العشرات نقارن منزلة العشرات في العدد الأول مع منزلة العشرات في العدد الثاني بارك الله فيكم فإذا عرفنا العدد الأكبر إذا نضع إشارة أو علامة أكبر من أو أصغر من ولكن لو تساوت العددين في منزلة العفن الرقمين في منزلة العشرات ننتقل لماذا يا أبطال إلى الرقمين في منزلة الآحاد ممتازين يا أبطال ونقارنها حتى نحدد أيهم أكبر وأيهم أصغر ولكن لو تساوت منزلة الآحاد إذن العددين متساويان بإذن الله الآن نأخذ التدريبات ورح نستذكرها مع بعض بشكل سريع وننطلق في حلها على التوالي بسم الله نأخذ القلم يا مبدعين وننطلق الآن لدينا العددان واحد وعشرون وستون حتى نقارنها نبدأ بأي منزلة منزلة العشرات في كل عدد منزلة العشرات في العدد الأول هي اثنان بارك الله فيكم وفي العدد الآخر ستة أيهما أكبر اثنان أم ستة يا أبطال ستة بارك الله فيكم فنضع الفتحة باتجاه الكبير وإذا جينا نقرأها نقول واحد وعشرون أصغر من ستون واحد وعشرون أصغر من ستون سهل أو لا صعب يا أبطال ممتازين بارك الله فيكم بالله يسعدكم طيب يا أبطال لدينا هذان العددان من يقرأ لي هذا العدد يا أبطال ممتازين بارك الله فيكم تسعة وأربعون تسعة وأربعون طيب من يقرأ لي هذا العدد بارك الله فيكم بارك الله فيكم تسعة وثلاثون إذن لدينا العددان تسعة وأربعون وتسعة وثلاثون نحتاج أن نقارن بينها نبدأ بأي منزلة ممتازين يا أبطال نقارن منزلة العشرات مع منزلة العشرات من يقول لي في التسعة واربعين منزلة العشرات وين المنزلة الثانية اللي هي العدد أو عفنا الرقم أربعة صح ولا لا يا أبطال بارك الله فيكم طيب في العدد تسعة وثلاثين ما هو الرقم الذي يقع في منزلة العشرات ممتازين يا أبطال الثلاثة طيب الآن راح نقارن أربعة أكبر أم ثلاثة أربعة ممتازين يا أبطال إذن نقول تسعة وأربعون أكبر من تسعة وثلاثون سهل أو لا صعبة يا أبطال الله يوفقكم يبارك فيكم إذن ننتقل للسؤال التالي يلا يا أبطال لدينا من يقرأ لنا هذا العدد صفر بارك الله فيكم ممتازين يا أبطال من يقرأ لي هذا العدد أربعة وسبعون نريد أن نقارن بين الصفر وأربعة وسبعون من يقول لي أيهما أكبر ممتازين أربعة وسبعون ليش ما سوينا خطوات نقارن العشرات مع العشرات لأن الصفر هذا عدد صفر عارفين أنه أي عدد أعلى من الصفر فهو أكبر منه واحد اثنين ثلاثة أربعة فما بالك بأربعة وسبعين أكيد أنها أكبر من الصفر هل يحتاج نحن نضيع وقت فيها؟ لا ممتازين يا أبطال الصفر أقل من الأربعة وسبعين إذن نقول صفر أصغر من أربعة وسبعين بارك الله فيكم الله يسعدكم طيب يا أبطال لدينا هذا السؤال لدينا العددان ثمانون وثمانون أبغاكم الآن تحلونها يا أبطال قارنوا بينها ابدأوا بمنزلة العشرات ضع أصبعك على منزلة العشرات في العدد الأول واصبعك الثانية على منزلة العشرات في العدد الثاني ها وش طلعت؟ طلعت متساوية كلا ثمانية ثمانية هذه ثمانية وهذه ثمانية متساوية إذن ننتقل لي وين؟ إلى منزلة الأحاد طيب الأحاد في العدد الأول والشي؟ صفر وفي العدد الثاني صفر إذن يا أبطال كلها متساوية منزلة العشرات والأحاد وش نقول عن العددين؟ متساويين إذن نضع علامة التساوي إذن نقول ثمانين تساوي ثمانين بارك الله فيكم طيب يا أبطال لدينا العددان 42 والعدد 24 أبغاكم تقارنون بينها بالطريقة اللي قلناها نبدأ بمنزلة العشرات يلا تفضلوا معكم برها من الزمن يا أبطال وبعدها نرجع نشوف حلكم مع بعض يا أبطال خلصتوا يا أبطال ممتازين بدأنا في إيش يا أبطال بدأنا نقارن بين منزلتي العشرات في كل العددين صح ولا لا؟ العشرات في العدد الأول هي الأربعة والعشرات في العدد الثاني هي اثنان إذن يا أبطال لو بقارن أربعة أكبر أم اثنان؟ أربعة ممتازين يا أبطال إذن نقول اثنان وأربعون أكبر من أربعة وعشرون سهلة ولا صعبة يا أبطال؟ بارك الله فيكم الله يسعدكم طيب يا أبطال لدينا هذان العددان سبعون وتسعة وستون سبعون وتسعة وستون أترك لكم هذا السؤال ابدأوا قارنوا حددوا أي العددين هو الأكبر يلا يا أبطال حددوا أيهم أكبر ومن ثم سنضع العلامة بمشيئة الله يلا معكم وقتكم يا أبطال حدد منزلة العشرات هنا ومنزلة العشرات هنا شوف أيهما أكبر ها خلصتوا يا أبطال ممتازين أسعدكم الله يلا حددتوها في العدد الأول منزلة العشرات هي السبعة صح ولا لا وفي العدد الثاني منزلة العشرات هي ستة أيهما أكبر يا أبطال سبعة أم ستة ممتازين يا أبطال سبعة أكبر إذن نقول سبعون مش نحط العلامة أكبر من بارك الله فيكم أكبر من تسعة وستون سهلة ولا صعبة يا أبطال الله يسعدكم مبارك فيكم طيب يا أبطال السؤال التالي هذا السؤال أترك لكم الآن ابدأ وقارنوا بين هالعددين ما راح أقول لكم شيء ولا راح أقول لكم خطوات أنتوا طبقتوها معي في ستة أسئلة من غير الدرس الماضي كذلك صح ولا لا يلا طبقوها لي وعلموني شو بتحطون علامة أكبر من ولا علامة أصغر من ولا علامة يساوي يلا يا أبطال معكم برها من الزمن ثم نرجع نحلها مع بعض يلا يا مبدعين هيا يا أبطال وين وصلتو؟ بارك الله فيكم يلا اشرحوا لي الآن يا أبطال كلني تكلم بدأتو في المقارنة كيف تقارنون؟ تقارن ماذا بماذا؟ ممتازين نبدأ بمقارنة العشرات منزلة العشرات في العدد الأول مع منزلة العشرات في العدد الثاني أقارن منزلة العشرات هنا مع منزلة العشرات هنا أيهما أكبر؟ واحد أم واحد يا أبطال؟ ممتازين وتساوي إذن إذا تساوت منزلة العشرات وش نسوي؟ ننتقل إلى منزلة الأحاد ونقارن الأحاد هنا مع الأحاد هنا يلا خمسة ولا خمسة أكبر؟ كذلك متساوية طيب يا أبطال إذا تساوت منزلة العشرات وإذا تساوت منزلة الأحاد وش نقول عن العددين؟ ممتازين الله يسعدكم متساويين إذن العلامة اللي نضعها علامة التساوي ينقول خمسة عشر تساوي خمسة عشر بارك الله فيكم الله يسعدكم طيب يا أبطال لدينا السؤال واحد وعشرين أترك لكم الآن تقارنون بين العددين ثمانية وثلاثين وثلاثة وخمسين ومن ثم بمشيئة الله نرجع نقارنها مع بعض يلا تفضلوا معكم برهام الزمن الله يسعدكم ها يا أبطال مش بديتوا فيه الله يسعدكم ممتازين نبدأ بمقارنة منزلة العشرات صح ولا لا يا أبطال الله يسعدكم إذن منزلة العشرات في العدد الأول من يقول لي؟ الثلاثة بارك الله فيكم ومنزلة العشرات في العدد الثاني من يقول لي؟ الله يسعدكم ممتازين الخمسة إذن نقارن الثلاثة مع الخمسة أيهما أكبر؟ ثلاثة أم خمسة؟ أبطال الخمسة أكبر بارك الله فيكم صح ولا لا؟ إذن نقول ثمانية وثلاثون أصغر من ثلاثة وخمسون سهلة ولا صعبة؟ أبطال بارك الله فيكم الله يسعدكم طيب يا أبطال لدينا هذا السؤال ثلاثون نقارنها مع أربعون أترك لكم السؤال الآن وأعطيكم الوقت تقدرون إن شاء الله بما شئت الله تقرنون فيها تقرنون بين العددين يلا ابدأوا يا أبطال معكم برهة من الزمن وبعدها نرجع مع بعض نحل الله يسعدكم وش تبدون فيه يا أبطال؟ ذكرونا ممتازين قارنوا العشرات مع العشرات يلا أكبلوا خلصوا يلا يا أبطال مع بعض العشرات في العدد الأول هي الثلاثة والعشرات في العدد الثاني أربعة أيهم أكبر ثلاثة أم أربعة يا أبطال قارن الثلاثة مع الأربعة ثلاثة أم أربعة أربعة أكبر إذن نقول ثلاثون أصغر من أربعون سهل ولا صعب الله يسعدكم بارك الله فيكم يا أبطال إذن اسمحوا لي نمسح وننتقل إلى السؤال التالي لدينا هذا السؤال أحل المسألة الحس العددي ماذا معنى كلمة الحس العددي؟ لابد أن يكون عندنا إحساس بالأعداد بعض الأحيان مجرد أن الأعداد تمر عليك تدري ما هو العدد الذي سيأتي لاحقاً أو أي العددين أكبر زي ما قلنا يا أبطال بين الصفر والتسعة وستين صح أو لا؟ المثال يمن قارننا الصفر مع عدد أعتقد تسعة وستين صح أو لا يا أبطال؟ بارك الله فيكم وش قلنا يا أبطال؟ مباشرة ما قارننا عشرات مع عشرات قلنا الصفر هو أقل الأعداد صح أو لا؟ اللي تعلمناها بارك الله فيكم فأي عدد رح يكون أكبر من الصفر على طول حسينا أنه هذا أكبر من هذا نفس الفكرة هنا 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 بنعطيكم هذا التدريب ونبغى نشوف الحس العددي عندكم لا بد أن ننميه بالتدريب المستمر يا أبطال يلا نقرأ مع بعض هذا السؤال طبعا إذا جاتني الأسئلة اللفظية أو المسائل الرقمية كذلك عشان أحله يا أبطال أول خطوة دائما لازم أفهم السؤال أفهم ماذا أعطاني في السؤال وماذا يريد مني صح ولا لا إذن ناخذ القلم مع بعض يا أبطال ونتجه للسؤال أي معلومة يعطيني إياها في السؤال أضع تحتها خط والمطلوب أحوطه حتى أعرف ماذا أعطاني وماذا يريد مني أراد فهد أن يشتري مجموعة من الكرات الزجاجية فهد يريد أن يشتري مجموعة من الكرات الزجاجية خلاص يا أبطال يلا من محل الألعاب فقالت له أمه أنه يستطيع أن يشتري أقل من 25 أمه قالت له أنه يستطيع أن يشتري أقل من 25 لاحظوا هذه معلومة أولى ما أكبر عدد يمكن أن يشتري فهد يلا يا أبطال هنا المطلوب أمه قالت له أنه يستطيع أن يشتري أقل من 25 طيب السؤال اللي هنا والمطلوب يقول ما أكبر عدد يمكن أن يشتري فهد ما أكبر عدد أقل من 25 أعداد كثيرة صح ولا لا أكبر هذه الأعداد طيب يا أبطال إذن يا أبطال سؤالي لكم الآن ما هو العدد اللي ممكن يكون أكبر عدد يستطيع أن يشتري فهد من الكرات الزجاجية بسيط جدا ولكن عشان نوصل هذا العدد ونتأكد منه لابد أن نضع خطة ما هي الخطة المناسبة يا أبطال ممتازين الله يسعدكم الخطة المناسبة إني أشوف العدد يقولك أقل من 25 طيب نقص 25 واحد يا أبطال نأخذ من 25 واحد صحي ولا لا كم يبقى لدينا يلا بنشوفها الآن في الحل يلا يا أبطال 25 نزلوا منها واحد اطرح منها واحد يا أبطال ممتازين يا أبطال الله يسعدكم إذا أخذنا من 25 واحد كم يبقى لدينا 24 إذن 24 فنقول 24 أقل من صح ولا لا أقل من أصغر من 25 صح ولا لا نستطيع نقول واحد ثنين ثلاثة كلها أقل من 25 ولكن نبغى أكبر عدد يكون أقل من 25 اللي هو إيش 24 بارك الله فيكم الله يسعدكم يبارك فيكم إذن نمسح هذه الأعداد ونقول الجواب هو 24 طيب يا أبطال اسمحوا لي نمسح وننتقل للتدريبات التالية لدينا هذه التدريبات من كتاب التمارين يا أبطال نستطيع تحميله عبر منصة عين منصة عين التعليمية على الإنترنت أقارن بين العددين وأكتب علامة أكبر من أصغر من يساوي داخل الدائرة يلا يا أبطال لدينا هذه الأعداد 83 و43 نريد أن نقارنها مع بعض نبدأ بأي منزلة ممتازين العشرات يا أبطال العشرات هنا ثمانية وهنا أربعة نقارن الثمانية مع الأربعة أيهم أكبر ثمانية أم أربعة ثمانية ممتازين يا أبطال إذن نقول 83 أكبر من 43 83 أكبر من 43 صح ولا لا يا أبطال بارك الله فيكم طيب ننتقل للسؤال التالي يا أبطال الله يساعدكم ستة وسبعون ستة وسبعون وقارنها مع سبعة وخمسون يلا يا أبطال الله يساعدكم نبغى نقارن نقارن نبدأ في ماذا؟ منزلة العشرات العشرات هنا سبعة والعشرات في العدد الثاني خمسة ممتازين طيب يا أبطال نقارن سبعة مع خمسة سبعة أكبر أم الخمسة ما رأيكم؟ ممتازين سبعة إذن يا أبطال ستة وسبعون أكبر من سبعة وخمسون سهل أو لا صعب يا أبطال بارك الله فيكم يلا ننتقل للسؤال التالي ثمانية وخمسون وخمسة وتسعون يلا يا مبدئين نبغى نقارن بين هذان العددان أبدأ بماذا؟ بمنزلة العشرات زي ما تعودنا العشرات في العدد الأول خمسة ممتازين والعشرات في العدد الثاني تنسعة ممتازين يا أبطال طيب يا أبطال خمسة زائي أعفهم خمسة أم تسعة أكبر خمسة أم تسعة أكبر ممتازين تسعة يا أبطال إذن شو نقول؟ نقول ثمانية وخمسون أصغر من خمسة وتسعون صح ولا لا؟ بارك الله فيكم الله يسعدكم طيب يا أبطال السؤال اللي بعده ثمانية وعشرون وواحد وعشرون أترك لكم ابدأوا قارنوا يا أبطال أي العددين أكبر ومن ثم نبدأ نحل مع بعض يلا معكم برهام من الوقت ثمانية وعشرون أم واحد وعشرون نبدأ بمنزلة العشرات يلا يا أبطال إذا تساوت منزلة العشرات ننتقل إلى منزلة الأحد خلصوا ممتازين يلا خلونا بالحل مع بعض وتأكدوا من إجاباتكم نبدأ بمنزلة العشرات هنا اثنان وهنا اثنان يا أبطال أيهما أكبر متساوية طيب ننتقل إلى الأحد الأحد هنا ثمانية وهنا واحد أيهما أكبر ثمانية أم واحد ثمانية بارك الله فيكم إذن ثمانية وعشرون أكبر من واحد وعشرون سهل ولا صعب يا أبطال بارك الله فيكم يلا لديكم هذا التدريب كذلك ستة وسبعون وتسعة وستون يلا يا مبدعين لدينا هذان العددان نبغى نقارن بينها نبدأ بأي منزلة ومتازين العشرات يلا ابدأوا يا أبطال يبدأوا حلوها ومن ثم نحل مع بعض الله يسعدكم خلصوا يا أبطال سهلة صح يلا نبدأ مع بعض منزلة العشرات في العدد الأول سبعة ومنزلة العشرات في العدد الثاني ستة بارك الله فيكم طيب سبعة أكبر أم ستة سبعة ممتازين إذن ستة وسبعون أكبر من تسعة وستون الله يسعدكم يا أبطال يلا ننتقل إلى هذا السؤال أربعون أكبر أم أربعون وابغى يكون عندكم حس عددي زي ما تعلمنا وش نحط العلامة هنا أربعون وهنا أربعون ممتازين يا أبطال خلاص الأعداد المتشابهة متساوية صح ولا لا ما عند يحتاج نقارن العشرات ونقارن الأحات صح ولا لا يا أبطال بارك الله فيكم ممتازين الله يسعدكم طيب راح أترك لكم هذه الثلاث تدريبات تدربون عليها أكثر وأكثر يا أبطال خلاص يا أبطال بارك الله فيكم نمسح الله يسعدكم وننتقل إلى لعبة هيا بنا نلعب هذه موجودة لديكم بعد درس مقارنة الأعداد هذه اللعبة لعبة جماعية تحتاج إلى مجموعة من المواد تحاولون توفرونها أو تستبدلونها بأي حاجة عندكم في البيت هذه المواد إذا حضرتوها أنت وزملائك أو أنت وإخوانك أو أنت وأقاربك إذا اجتمعته في أحد المناسبات تستطيع أنك تحضر هذه الصفحة من الكتاب تصورها أو تحضر كتابك وتبدون تطبقون اللعبة هنا تعليمات اللعبة يا أبطال تعليمات اللعبة الخطوات أو القواعد اللي تمشي عليها اللعبة تقرؤونها بعناية حتى تفهمون اللعبة ومن ثم تمارسونها في هذه اللعبة نلعب لأجل أن نمرح ونتعلم صح ولا لا يا أبطال؟ نحن نبغي نلعب ونمرح وفي نفس الوقت نتعلم لذلك أترك هذه اللعبة لكم يا أبطال تستمتعون فيها وتتعلمون بمشيئة الله حفظكم الله يا أبطال الآن ننتقل إلى ختام درسنا لهذا اليوم اليوم ولله الحمد استعرضنا وتعلمنا استكمالا للدرس الماضي وهو مقارنة بين عددين ضمن المئة باستعمال الإشارات أكبر منه وأصغر منه يساوي وكذلك يا أبطال سأترك لكم هذا الواجب بالإضافة إلى التدريبات السابقة هذا الواجب بمشيئة الله تقارنون بين الأعداد رح نناقشها بداية الحصة القادمة إلى هنا ننتقل إلى رسالة الختام وهي موجهة لك عزيزة ولي الأمر مادة الرياضيات مثل ما أكدنا عليها دائما هي مادة مهارات لا يكفي مجرد الفهم ولكن لا بد أن يتلو هذا الفهم تدريب مستمر لذلك ترون كمية التدريبات كبيرة نحتاج أن الطالب يطبق أكثر وأكثر ولذلك نعطيكم كذلك هذه الحزمة من التدريبات والتمارين الذي يستطيع من خلالها الطالب بمشيئة الله سق المواهبة هذه التمارين مقسمة على أربع مستويات مستوى إعادة التعلم وبها تدريبات مختلفة عن تدريبات الكتاب أو بطريقة أخرى بعد ذلك تدريبات المهارات وهي تدريبات موازية في الفكرة لتدريبات الكتاب بعد ذلك تدريبات حل المسألة وهنا مساء اللفظية ننمي من خلالها مهارة فهم المقروع لدى الطالب بعد ذلك تدريبات الإثرائية والتي نستهدف فيها إلى تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلاب تستطيعون تحمل هذه الحقيبة وهذه الحزمة عبر الكيو آر كود والرمز الذي أمامكم إلى هنا وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي معلمكم لسيد علي القحطاني وزميلتي في لغة الإشارة شريف الشريف في أعمان الله شكرا شكرا